الرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر لجميع المبادرات الهدفة لتطوير التنمية في إفريقيا مصر ترسل مساعدات طبية للشعب السوداني الشقيق بتوجيهات من الرئيس السيسي الحكومة تستخدم التابلت لعرض جدول الأعمال في اجتماعاتها بدلا من الملفات الورقية التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بالمدير التنفيذ لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية نيباد وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لجميع المبادرات الهدفة إلى تطوير التنمية في إفريقيا خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة وبرامج بناء الكوادر البشرية الإفريقية بناء على توجيهات الرئيس السيسي وفي إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق قامت جمهورية مصر العربية بإرسال شحنة مساعدات طبية للأشقاء بدولة السودان وتتمثل المساعدات المقدمة في أدوية ومستلزمات طبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني حيث تم الإعداد والتجهيز بالتنصيق مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الخارجية لتجهيز وشحن المساعدات كما أصدر الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بإعداد وتجهيز شحنات المساعدات ونقلها عبر الطائرات عسكرية إلى مطار الخرطوم بالسودان عقدت الحكومة اجتماعها الإسبوعي اليوم الأربعاء برياسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي شهد بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة وهي وجود فيها استبلت أمام كل وزير يتضمن جدول أعمال الاجتماع بدلاً من الملفات الورقية وذلك في خطوة تهدف إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة والمناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب وبين الوزراء وبعضهم البعض في الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التي يتم بحثها خلال الاجتماع أعلن جهاز حماية المستهلك عدداً من النصائح والمحاذير قبل الإقدام على شراء أي سلعة خلال شهر رمضان وحذر جهاز حماية المستهلك التجار من محاولات البعض إخفاء أي منتج أو سلعة بهدف المغالاة في الأسعار بالإضافة إلى محاولات التضليل والغش التجاري ودع الجهاز التجار إلى ضرورة الالتزام بفواعد الصحة ومعايير الجودة مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح فضلاً عن إعطاء المستهلك فاتورة صحيحة وشاملة بالسلعة التي يشتريها مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون حتى لا يقع البعض تحت طائلته تمكنت قوات الأمن في الجيزة بالتنصيق مع قطاع الأمن العام من ضبط مصنع دون ترخيص لإعادة تعبئة استوانات الإطفاء باستخدام مواد رادية تؤدي إلى زيادة الاشتعال المزيد في صداق التقرير التالي غاب الضمير وسيطر الاستهتار وجشع جمع المال إلى الدرجة التي تنتج فيه طفيات حرائق مثل هذه تؤدي إلى زيادة اشتعال الحرائق بدلاً من وظيفتها الأساسية في إخمادها فقد نجح قطاع الأمن العام بالتنصيق مع أمن الجيزة في ضبط مصنع غير مرخص بالجيزة لإنتاج وتعبئة استوانات الإطفاء باستخدام خامات رادية تؤدي إلى زيادة اشتعال الحرائق مع وضع علامات تجارية مقلدة عليها لقبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال وطرحها بالأسواق وتم ضبط أكثر من طن من سوائل إطفاء الحرائق ومائتين وثمانين استوانات منتج نهائي ومائتين وستين قطع من أدوات التجهيز جميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام